من الأشياء اللي لفتتني اليوم كان تساؤل الوحدة من البنات وتخيل يماها وش كانت تقول إنه مهرها سبتين ألف وإحتياجاتها باقي ما خلصت كيف تصارح زوجها يعطيها زيادة شرايك تشوفين إنه هذا المبلغ كمهر مناسب ولا قليل وإذا البنت احتياجها ما خلص هل الصح إنها تطلب زيادة ولا لا تشوف موضع حساس بس إحنا لازم نكون حيادين هنا يعني صدق أول شيء العوائل تختلف السيدات يختلفون الإحتياجات تختلف المستوى المعيشي يختلف المستوى التعليمي يختلف كل شيء يختلف يعني ما في شخصين في هالعالم نفس بعض يعني ممكن ستين ألف وحدة تشوفها شيء عظيم وتقدر تسوفيها وزيادة وتستثمر منها بعد ويبقى معاها وممكن واحدة تشوف ستين ألف تقول شخير إن شاء الله وش بشتري فيها سوارة خلصت ستين ألف صح ولا لا وفي ناس يعني قنوعة وفي ناس مشفوحة وفي ناس ما يملعينها إلا هذا كل شيء طيب يعني شخصيا ما أقدر أعطي رأيي أقول كثير ولا مو بكثير طيب بس أنا أقول إذا أنت تشوفين إن هذا الشيء ما يناسبك عندك زوجك طب إذا زوجك مقدرته ما يقدر يوفر ليش وافقت إذا أنت هذا الشيء رح تضغطينه وتتخلين على الرجال ديون وتتخلين الرجال مساكين يقعد مطالب من كل البنوك ومطالب من كل أخويا ولا يبيع سيارته عشان حضرتك تشتري ساعة ولا تشتري يعني ما أشوف الموضوع منطقي الصراحة فأنا أشوف إنه على قد رجولك على قد رجولك على قد رجولك أي كان المثل بس خلاصة الموضوع إنه لا تضغطين عليه عشان ملابس وأشياء أصلا في النهاية راح تترمي ولا راح أخذي يعني الجود من الموجود اللي تقدرين عليه ولا إذا ما أجازك روح يدوري لك واحد يعطيك ستة مليون مهار إذا ما يناسبك يعني يمكن أنا أشوفها مهار يعني الوحدة بتصرف وتكون عندها زي ما إحنا نقول سنعة أو ذربة تعرف كيف تصرف فلوسها تعرف كيف تحط بثلا مبلغ معين للملابس مبلغ معين للذهب خاصة لمن هي تكون عروسة يعني فأنا أشوف إنه هذا سوء تصرف من البنت مو معناته إنه ما يكفي لا بالعكس رب إن شاء الله يبارك فيه ويكفي لبعض البنات ممكن زي ما قلت مهار نختلف إحنا من بنت للثانية بس أرجع وأقول إنه ما أعطا ستين ألف إلا أنه عارف يعني أنه ستين ممكن تكفيها ولو طلبة إمكان أكثر ممكن كان أعطاها أكثر عرفتي بس المهار أو المادة عموما ترجع على الشخص اللي كيف يصرفها كيف أستخدمها كيف أوزعها كيف أقسمها فأحس لو إنها قسمتها بالطريقة الصح كان ممكن إنه ربي يبارك لها دائما إحنا نقول يا رب بارك لنا بفلوسنا رب مالنا وحلالنا شكرا